سيد بحري الشارع يدعم قرارات سعيد شاهدنا ذلك خلال المظاهرات بعض المؤيدين له باتوا يترددون في هذا الدعم وبالتالي هل يكون الشارع بمثابة ورقة ضاغطة على كل الأطراف السياسية لدعم قرارات سعيد برأيك؟ هذا بالتأكيد أن الشارع الذي خرج يوم 25 جوليا لم يكن يحمل نظرية في الحكم ولم يكن يتحالف مع طرف سياسي أو طرف إديولوجي الشارع حركته مطالبه الاجتماعية هناك فعلا فشل في إدارة الشأن العام منذ عشر سنوات الحكومات المتتالية سواء كانت بإدارة النهضة أو بإدارة توافقية أو بإدارة نداء تونس الذي فاز بالانتخابات في 2014 فشلت هذه الحكومات في إدارة الشأن العام وفي توفير مقدار من التنمية وتحسين ظروف التونسيين حتى أصبح الكثيرون يتحسرون على ما قبل 2011 من الناحية الاجتماعية ولذلك فإن الذين خرجوا لم يخرجوا بشعارات سياسية وما ينتظرونه من قيس سعيد هو أن يحاسب الفاسدين أن يعيد لهم الأموال المنهوبة كما وعدهم وقال ذلك مرارا أن يعيد الأموال المنهوبة أن يحسن الظروف الاجتماعية للناس ربما ما تحقق بعد 25 جوليا هي حملة التلقيح التي حققت إنجازا كبيرا ونحن الآن الوضع الصحي تحسن كثيرا ووصلنا إلى سفر حالة وفاة الحمد لله ولكن على المستوى الاجتماعي ما زال الناس ينتظرونه وهل سينتظرونه كثيرا لا أعتقد ذلك بدأ الناس يطرحون السؤال إلى متى إلى متى لم يحاسب الفاسدين إلى متى لم يقدم الملفات التي تحدث عنها إلى القضاء هناك زمن يضيع الآن والناس لن ينتظروا طويلا وهناك من سيستفيد من الأحزاب السياسية المعارضين لقيس سعيد سيقولون لهم أن قيس سعيد يرفع شعارات دون عمل دون تطبيق ترجمة نانسي قنقر